أكد نائب حارس الأرض المقدسة الأب إبراهيم فلتوس أن المسيحيين في الأرض المقدسة يعيشون أوضاعا سيئة بسبب الحرب الدائرة في غزة والضفة الغربية والتي تلقي بظلالها على مستقبل الحضور المسيحي في المنطقة لافتا إلى أنهم يتقاسمون مع عموم أبناء المنطقة الألم والمعاناة وكشف الأب فلتوس بأن حوالي 800 مسيحي وجدوا ملجأا لهم في رعية العائلة المقدسة في غزة فيما لجأ مئتان آخرون إلى كنيسة الروم الأرثوذوكس مبينا أن كثيرين ماتوا ومن نجوا من الموت فقدوا كل شيء ويعانون من النقص في أماكن السكن والمياه والطعام والأدوية وأوضح حارس الأرض المقدسة أن مسيحي الضفة الغربية لا يرون في الأفق أي مستقبل لهم ولأسرهم ومع أنهم ينون مغادرة أوطانهم لكنهم مستمرون في الشهادة لإيمانهم بطريقة مثالية